السلام عليكم أتمنى تكونوا كاملين بخير على خير الفيديو ديال اليوم هو غادي نشارك معاكم في الطبيلة ديال نهار 10 ورعا شنو وجدت فيها وجدت واحد البلاطود المالح اللي فيه ديميني كيش بيزا تصغر و ديميني تاكوز سهلين بزف سف نموعت بيهم هكا في الطبيلة بقوا معايا حتى الاخر فيديو باش تعرفوا على الوصفات اللي حضرت فهما جوا سهلين واللداد بزف بزف يعني بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت قدرت نوجد هاد تشكيلة هاد في هاد البلاطو يعني اي واحد يقدر يحضرها خليكم معايا الاخر الفيديو اول حاجة بديش بيها هي حضرت لصوص بشامل قدرت معلقة كبيرة ديال الزبدة دوبتها حتى تحمرت زبت عليها شوية الملح و شوية البزار شوية القوزة الى كينا ما كيناش بلاش معلقة كبيرة و نص ديال الطحين خلط مزيان حتى تجمعت ابخيزت عليها كاس و نص ديال الحليب وبقيت كنخلط حتى تقليه شوية الخالط مني حصلت على الدرجة اللي بغيت تفتقو يسافت علي هنا كانت عندي لبات ديالبيتزة ديجا جاهزة يعني بيزات فرضيين و كذلك لبات ديالكيش خليت لصوص طومات درت فيها شوية ديال الزعتر و دهنت بها هاد البيتزة الفرضية استعليها شوية ديال الطون و غنزيد عليها شوية ديال فخوماج بالنسبة للحشوة تبقى اختيارية ديال بصيلة تقدروا تدير الكفتة مع شوية البصلة تقدروا تدير الجاج اي حاجة متوفرة عندكم يمكن لكم تديرها في الحشوة البيتزة تقدروا تحكم مورسادي لا اي حاجة هناك تبقى الحشوة على حسب المتناول و الاختيار كل واحد اما بالنسبة للحشوة لي كيش كنت تجدوا بصيلة ليش حاجة مع شوية الملحة والبزار بغيتوا تديروا شوية القوزة ديروها ما كانتش متوفرة بلاش حتى تشحرتوا تحت لنا البصلة حييتها من فوق العافية و ازيت عليها واحد رلبة ديال الطون ديال الزيت اللي صفيتوا من الزيت خلطهم عمرت بيها القواليب ديال الكيش غادي نزيد عليهم البشاميل اللي ديجا حضرناها و شوية ديال فخوماج محكوك يمكن لكم تعودوا الطون بالجاج يعني تقدروا تشحروا البصلة مع الجاج وتعمروا بها الكيش كذلك يمكن لكم تديروا الكفتة هنا كتبقى الحشوة اختيارية ولا حسب المتناول ديال اي واحد هنا لي ربح الوقت يعني اخترت غير الطون هو اللي جاني ساهل و قررت انني نعمر به هاد القوالي بسوى ديالبيزا او لا ديال الكيش سافي درت عليهم شوية الفخوماج و غندخل كل شي الفران حينت جديجا تكون لبات طيبة غير نص طيبة و قندخل كل شي الفرد يتحمروا لينا و يضعوا الفخوماج هنا بالنسبة للحشوة مني تاكوس عندي ديج مقطع طريفات نستعلي تحميرا الفلفل حمرا او البابريكا الملحة اللي بزار سكينجبير الخرقوم او للكرقوم يوغورت طبيعي يعني بدون سكر و معلقة كبيرة خلط كل شي مزيان و غطيتهم استراحوا يعني يخليهم اطول مدة ممكنة من بعد خديت بصلة مشلدة قدرتها تشحر مع شوية زيت شوية الملحة و شوية البزار الملحة ضروري تديروها حتى فجاج غير ما تكتروش منها في هكا في البصلة سوف نخليها غير تحر واحد شوية تبدأ تحلينا و غادي نزيد عليها الجاج بعد ما ارتح يعني من احسن الجاج يكون مرقد مدة طويلة هنا يفجج انا مني تنخليه يترقد را ما تنديرش فيه زيت هانتي اشي لا درنا تزيد التوابل ما تدخلش فيه يعني و ما تيشربش لنا هادوك التوابل كنخليه الجاج هنا حتى يطيب مزيان و كي شرب ما كنزيدو لمالا والورا هو و تطلق ديج الماء هنا اخديت خبز طورتيلا او خبز طاكوس قسمته على زوج اه دهنت شوية تلصص الجغيين يمكن لكم تديرو اي سلصة عندكم حتى تشوية جاج قطع من الطماطم عندكم الخص ديرو الخص انا هنا ما توفرت على الخص درت غير مطايشا و شوية ديل زيتون قطع مع الكورنيشون صفي و حطيت الجاج و قطع ديل فخوماج و طويتهم بالشكل اللي كنتشوفو على شكل بحال شكل برايوات طويتهم على شكل متلت يعني نبدلو الشكل ديل الطاكوس تقدروا تديرو اي شكل بغيتو تقدروا تديرو دي الطاكوس مربعين صغار هناك تبقى يعني تشكيلة ديالو اختيارية و حسب كل واحد و هناك الحجوة كدلك تقدروا تعمرهم بالطون تقدروا تعمرهم بالكفتة يعني اي واحد توفر على شي حاجة و على حسب أيضا القدرة الشرائية يعني يبقى كل شي اختياري انا هنا غير كنت تقسم معكم الافكار و ديالك الساعة كل واحد غادي تشاهد على حسب طاقتو سوف ندير هناك شوية ديال فخوماج و نلوي وبهذا الشكل هادا كيف ما شفتو معايا و غن نبريسوهم في الالة تجيل الباليني دخليهم حتى يتحمروا دابا غا ندوزو باش نوريكم الطريقة ديالي باش ندير اللوز مملح هنا كنا عندي نسكيلو ديال اللوز اللي مسحتوه مزيان مل احسن مل احسن انا كنفضل ماشي هاد النوع ديال هادا اللوز هادا اللوز بلدي تكون كبير شوية مل احسن خدوا اللوز هاداك المكركب اللي تنقولوا اللوز ديال اسبانيا اولا ديال الشامل كندخلوا الفرن على دراجة نازلة كنخليه حتى يتحمر مني كاستدو تسمعوك ترتق هادا كراك يكون تحمر كنخرجه من الفرن كناخد نصف سلمة في معلقة كبيرة اولا جوج معلقة كبيرة ديال الملحة و كنرش هاك كيف ما شفتوه هو مازال سخون و كنعاود نهز هاداك الملحة اللي بقات لنصف الكاز هنتو ما كيف ما غيرتوه هاد طريقة كنهزها و كنعاود نمسح بها اللوز مزيان مزيان حتى كيتشرب لنا الملحة كنعاود ندخله الفرن حتى ينشف مزيان ويتحمر الفرن لا يكون مجهد باش ما يتحرقش دغيان حين تشخصو ينشف من هادا كلمه ويتحمر لنا حتى من الداخل مزيان ها هو كيف ما كتشوفو جد لنا اللوز ملح كجراءه افوالا هاداي بقديم ما كملت الوصفات اولا تحضير ديالوصفات كاملين تبسيط الفاكي يشكل شبه هاد طريقة حتى شفية البستا شفية الكاجو شوية زبية بالقرقاء احنا عندي الاناناس كيوي ومشمش مجفف الزري على البيضاء والكوكا والطمر واللوز المملح هنا احطيت تشكيلة ديالبيتزا والتاكوس وليكيش اللي وجدنا مجموعين ايضا الموفن كيك بشوكولة انا خليلكم الرابطة ديالهم في الاسفل الفيديو كي يجيوا رائعين هذا الشي اللي كنت وجدت وبطبيعة الحال عندي شوية ديال المملحات اللي كنت ديجا هادو كنت شريتهم واجدين درت عصر ديالليمون وبطبيعة الحال الشي المغربي اللي ما كيختح تشيضان افوالا كانت هدية طبيلة ديالي ديالليلة عشرة نتمنى انه تكون نالت اعجابكم والاهم من هادش هو باشياء بسيطة مقدروا نشكلوا بها طبيلة لأسوينو طولا نتمنى الفيديو ديالليوم اكون نلا يعجب ديالكم الى اعجابكم فيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتضغطوا الى زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ما تنسونيش من تلعاتكم واللايكات ديالكم شكرا بالزفززا في المتابعة خليت لكم راحة انطلقوا فيفيديو جديد السلامة المترجم للقناة المترجم للقناة